فاتتني صلاة لعدة سنوات كنت أتابع ذلك الشيخ العجوز الذي قارب عمره الثمانين فلا أكاد أنظر إلى الشارع قبل وقت الأذان بدقائق إلا وأراه متوكئا على عصاه في طريقه إلى المسجد وقد رسمت على وجهه ابتسامة هادئة كانت تراودني بعض الأسئلة الممزوجة بالخجل ولكن سرعان ما كانت تواجهها مجموعة من الأعذار الدقيقة فتتلاشى هذه الأسئلة ويتلاشى معها الخجل وأحيانا كنت أعود فأنظر إلى الشارع مرة أخرى فأجد هذا العجوز في طريقه لبيته يلقي السلام على جيرانه فأنظر إلى ساعتي متعجبا وأتذكر أحد الأعذار التي جالت بخاطري قبل الصلاة إنك مشغول فلتصلي عندما تنتهي فأتساءل هل حقا كنت أقوم بعمل مهم خلال هذه الدقائق حتى وإن كنت ما يضر هذا العمل إن قطعت منه بضع دقائق فأنتظر تلك العاصفة من الأعذار الدقيقة والإجابات المقنعة حتى تواجه هذه الأسئلة ولكنها لم تأتي كانت تأتي فقط قبل الصلاة وتختفي بعدها فتتركني في صمت عال سكوت ظاهري وضجة داخلية لقد فاتتني صلاة وكم أيقظتني تقطقط عصى ذلك الرجل الأنيق المرح وهو في طريقه ليؤذن لصلاة الفجر وما كنت أعلمه أن للمسجد إماما يبيت فيه ويؤذن لكل صلاة إلا أنه يترك أذان الفجر لذلك الرجل لعدة سنوات كنت أسمع تقطقط تلك العصى لا يمنعها برد ولا مطر تمر السنون وتتبدل الأحوال وما زالت تلك العصى توقظني وكلما أيقظتني واجهتها عاصفة من الأعذار التي تبدو منطقية فأغرق في سباتي موافقا أعذاري أقنعتني نفسي أن ذلك الرجل اعتاد أن يسهر حتى الفجر وينام بعده فهو لديه عمله الخاص ولا يطلب منه أن يستيقظ مبكرا لذلك كان من السهل عليه أن يحافظ على صلاة الفجر لكل هذه السنوات أما أنا فالدراسة والجامعة ثم العمل كان أهم حججي لسنوات وكلما ثارت نفسي كنت أطمئنها بأن يوما ما سأفعل حتى جاء يوم سألت فيه ذلك الرجل عن عمله وطبيعة يومه فعرفت أنه لا يسهر للفجر كما ظننت بل ينام متأخرا لطبيعة عمله ومع ذلك يستيقظ كل يوم بعد سويعات نوم قليل ليؤذن لصلاة الفجر لم تجدني نفسي هذه المرة فلا عذر لها ومع فجر اليوم الجديد بعد أن هممت للصلاة همست إلى نفسي إنه فضل الله يؤتيه من يشاء يوما ما سيهديك الله فغرقت في سباتي وقد فاتتني صلاة لعدة سنوات كنت أرى ذلك العامل البسيط لا تفارق الابتسامة وجهه وكلما نظرت إليه شعرت بالرضا كانت رؤيته تبعث الطاقة الإيجابية بداخلي وجرد أن يسمع الأذان يغلق دكانه ويسير في خطى هادئة إلى المسجد في المرات القليلة التي زرت فيها المسجد لاحظت أنه يتوضأ ويأخذ مكانه بجانب الجدران ويصلر كيعات قبل الإقامة ولكنها لم تكن صلاة بل كانت حالة حالة من العشق بينه وبين ربه صلاة مختلفة كنت أسمع له أنينا خافتا فيثير في نفسي فضولا وغبطة كان منغمسا في صلاته وكأنه لا يرى أحد هادئا مطمئنا خاشعا كان يستغرق في الركعة الواحدة الوقت الذي يستغرقه غيره لأربع ركعات يطيل الركوع والقيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين تسألت في نفسي ماذا يقول أيعرف أذكارا لا يعرفها غيره أحببت صلاته وتمنيت أن أصلي مثله ولكنني لم أصطع لم يكن الأمر سهلا كما اعتقت لم أعرف لماذا فسرعان ما يائست وعدت كما كنت فاتتني صلاة بعد صلاة لعدة سنوات كنت أتابع هؤلاء وفي نفسي سؤال كثيرا ما كنت أفكر فيه وأسأله لماذا يحافظ بعض الناس على الصلاة لهذه الدرجة في حين لا يستطيع الكثير حتى أن يصلي صلاة واحدة ما السر في هذا وهل حقا هذا أمر لا دخل لنا فيه يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه لمن يشاء ولو كان الأمر كذلك فلماذا سنحاسب على الصلاة أول ما نحاسب لو كانت الصلاة أمرا إلهيا لا دخل لنا فيه لماذا إذن هذا الثواب والعقاب بشأنهما كل هذه التساؤلات كانت بداخلي لذلك كان لابد أن أبحث عن إجابات لها فكرة أنني يمكن أن أودع هذه الحياة وليس في صحيفتي سوى ركيعات قليلة كانت تزعجني وتؤلمني قررت أن أسأل هؤلاء الذين نادرا ما فاتتهم صلاة لأتعرف على أسرارهم أيضا درست سير وعادات الناجحين في حياتهم بشكل عام فوجدت تشابها كبيرا بين صفات وعادات الناجحين في المحافظة على الصلاة وبين الناجحين في حياتهم ممن غيروا الواقع وتركوا بصمتهم وهاء أنا أكتب لكم هذا الفصل بينما أجلس في مكتبي أستمتع بتناول قهوتي بعد أن استقبلت يومي بصلاة الفجر في وقتها تلك العادة التي كان لها الأثر الأكبر في حياتي يوما ما كنت أتمنى أن أكون من المصلين وكنت أعلم أن حياتي ستصبح أكثر سعادة وسكينة لو أنني أصلي وقد أخبرني كثير ممن لا يصلون بالأمر نفسه أخبرني أحدهم أن حياته ينقصها فقط أن يصلي وأخبرني آخر أنه يشعر أن الكثير من أموره ستستقيم له بالصلاة مع ذلك لم نكن نصلي أمر عجيب كيف لنا أن نعلم سبيلا للسعادة والطمأنينة ونصر على أن نغفله لماذا نتجاهل الصلاة مع علمنا أنها مصدر للسكينة والراحة ما سبب أننا إلى الآن لسنا من المصلين بعثت عن الأسباب ووقفت عند أهمها وهو أنني كنت أعيش في عالم صنعته لنفسي يسمى يوما ما وأكثر الذين لا يصلون يعيشون داخل هذا العالم في هذا العالم نحن ننتظر أمرا من السماء حتى تستقيم حياتنا نعتقد أن حالنا سيتبدل في يوم ما وسنصبح من المصلين كلما ثارت نفسي كنت أطمئنها يوما ما سأصلي الفجر سيأتي يوم ما أحافظ فيه على كل الصلوات في المسجد رمضان القادم سيكون بداية مع الصلاة يوما ما ستكون حياتي كما أريد يوما ما يوما ما يوما ما وفي عالم يوما ما اللغة الرسمية هي الأعذار أعذار تسوغ إلي لماذا لا أصلي فطبيعة عملي لا تسمع لي بصلاة الفجر إنني أعمل لساعات طويلة وأكون مرهقا لو فتتني صلاة واحدة أشعر بالإحباط ولا أصلي إني لا أستطيع الخشوع وهكذا مئات الأعذار التي تعزلني عن الصلاة وأعذار أخرى تبرر لي لماذا يحافظ البعض على الصلاة؟ فتحدثني نفسي أن لديهم تركيبة بيولوجية خاصة وأن الله تعالى منحهم قدرات مميزة ويوما ما سيمنحني هذه القدرات وأكون مثلهم كنت دائما أستثني نفسي من هؤلاء واعتقدت أن حفاظهم على الصلاة هو أمر مسلم به يفعلونه دون مجهود أما أنا فلابد لي من مقاومة ومجاهدة حتى أصلي فكنت أنتظر ذلك اليوم الذي يتغير فيه حالي بين ليلة وضحاها وأصبح مثلهم ولكن هذا اليوم لم يأتي مكثت طويلا في عالمي يوما ما حتى تساءلت إن الصلاة أول ما نحاسب عليه يوم القيامة فلو كان الحفاظ عليها كما أظن هو أمر إلهي يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه من يشاء فلماذا إذن الثواب والعقاب بشأنهما وأين العدل الإلهي إذا كان هؤلاء المصلون يتلقون دعما سماويا بينما لا أتلقأ أنا هذا الدعم أيقنت أن هذا اليوم يوما ما لن يأتي أبدا ولكنت أنتظر حتى تصبح الأمور مثالية تماما كي يحافظ على الصلاة فسيأتي أجلي وأنا ما زلت منتظرة وقد مضى عمري وفي ضحيفة ركيعات قليلة تلك الصورة التي كانت دائما تزعجني علمت أنني إذا أردت أن أنضم لهؤلاء المصلين فلابد أولا أن أخرج من عالم يوما ما وألا أنتظر هذا اليوم الذي لن يأتي أبدا بل أصنعه أنا أعلم أن الأمر ثقيل في بدايته ولكن بداية الطريق هي أن نطرد فكرة يوما ما من ذهننا ونعلم أن الأمر يعتمد علينا كليا وجودنا داخل عالم يوما ما يعني أننا في الاتجاه الخاطئ اتجاه الأعذار التي لا نهاية لها ولا فائدة للسير في هذا الاتجاه فالخروج من عالم يوما ما هو البداية للسير في طريق الحفاظ على الصلاة والتمتع بحياة أكثر سعادة وسكينة بدلا من أن نشغل ذهننا باختلاق الأعذار حتى لا نصلي فالأفضل أن نشغل ذهننا باختلاق عوامل تعيننا على الصلاة وهذا هو الغرض من هذا الكتاب يظن الكثير أن عدم أداء المهام المطلوب إنهاؤها هو راحة فيفضل البعض عدم الصلاة على أداء الصلاة ظنا منهم أن عدم الصلاة يجلب الراحة حتى وصلوا إلى حالة إدمان لا فعل لكن الحقيقة أن المجهود النفسي المبذول لعدم الصلاة يعادل أو يكاد يكون أكبر من المجهود البدني المبذول لأداء الصلاة بل أن أداء الصلاة يدخل في دائرة الأنشطة التي تجلب السعادة بمجرد الانتهاء منها في حين أن تبعات عدم الصلاة تجلب الضيق وتحقير الذات اتباع النمط نفسه نمطي يوما ما الذي بعد بيننا وبين الحفاظ على الصلاة لن يؤدي بنا إلى نتائج مختلفة هل رأيت ذبابة معبوسة في غرفة مظلمة ربما لاحظت كم هي مستاءة من بقائها داخل تلك الغرفة وأن لديها الحافزة القوية للخروج إلى النور ولكنها تندفع إلى النافذة وتضرب الزجاج بجسمها مرة بعد مرة وقد يستمر هذا لساعات دون جدوى ربما تستهلك هذه الذبابة عمرها كله وفي النهاية لن تستطيع الخروج إلى النور عبر نافذة مغلقة نعم هي مستاءة من وضعها الحالي ولديها الدافع للخروج إلى النور ولكنها تسلك الطريق الخطأ وتتبع النمط الخطأ كذلك أنا وأنت لن نستطيع الحفاظ على الصلاة باتباع نمط يوما ما ونمط الأعذار التي لا تنتهي ويجب علينا أن نتبع طرقا أخرى للخروج إلى النور لا مزيد من الأعذار أنت قمت مئات المرات بأعمال أشق عليك من الصلاة وكنت في أسوأ حالاتك الذهنية والجسدية هذا الشيخ الذي بلغ الثمانين ليس لديه قدرات خاصة بل هو في حالة جسدية وذهنية أقل مني ومنك بكثير ومع ذلك يحافظ على الصلاة هذا الرجل الذي يحافظ على صلاة الفجر لسنوات يحصل على قدر من النوم أقل مني ومنك ومع ذلك لا تفوته صلاة الفجر إذن لا مزيد من الأعذار بداية الطريق هي الاعتراف أنك تستطيع أن تحافظ على الصلاة أيا كانت الظروف واليقين بأن المصلين ليس لديهم قدرات خاصة وفي هذا الطريق ستتعلم مجموعة من المهارات أو الأسرار التي جمعتها من خلال حديثي مع هؤلاء الذين قل ما فاتتهم صلاة أسأل الله أن تنضم لهم فالحياة مع الصلاة حياة مختلفة تماما وليست كما تبدو بل فيها بعض المشاعر التي يعجز وصفها قبل أن تصلي كنت دائما شغوفا بمعرفة بداية الأشياء ولا أستطيع أن أفهم أمرا معينا دون أن أعرف بداياته وتاريخه فكم هو يسير أن تفهم كيف تطير الطائرة الحديثة المعقدة لو أنك فهمت كيف كانت تعمل أول طائرة وهناك مقولة تقول إن هناك أول مرة لكل شيء وأنا أحب جدا هذه المقولة ما علاقة هذا بموضوع الصلاة في الصغر اعتدنا أن يأمرنا آباؤنا ومعلمون بالصلاة فنمتثل للأمر ونذهب لنصلي فنجد أن الصلاة ثقيلة فنتركها ثم نسمع شيخا يتحدث عن الصلاة وأهميتها وعقوبة تاركها فنمتثل للأمر ونذهب ونصلي فنجد الصلاة ثقيلة فنتركها فكنا نشعر أنهم لا يشعرون بما نشعر به ونظن أنهم يستطيعون الصلاة بانتظام لأنهم يكبروننا وعندما كبرنا كبر هذا الشعور معنا فما زالت الصلاة ثقيلة وما زلنا نعتقد أن من يحافظ على الصلاة لديه قدرة أو هبة ليست عندنا مثلا إنه اعتاد أن يصلي منذ الصغر أو أنه نشأ في بيت محافظ على الصلاة هذا يسمى في علم النفس بالاستثناء أو العزل وهو أن تستثني نفسك من أن تنجح أو تحقق أمرا ما بحجة أن من حقق أو نجح في هذا الأمر كانت لديه قدرة أو هبة ليست عندك فأصبح لدينا شعور بالعزل تجاه من يصلون لأننا نشعر أن الصلاة ثقيلة علينا ولا نستطيع أن نصلي صلاة واحدة بينما تبدو الصلاة لهم يسيرة بسيطة والسبب في ذلك أننا لم نحل جذر المشكلة بعد وهو لماذا تبدو الصلاة ثقيلة تتجلى إجابة هذا السؤال في معرفة بداية فرض الصلاة فمعرفة بداية الأشياء تيسر فهمها فردت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج تقريبا بعد 12 عاما من النبوة ماذا يعني ذلك؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث الصحابة عن الله ويتلو عليهم ما أنزل من القرآن لمدة 12 عاما قبل أن تفرض عليهم الصلاة إن الله حكيم خبير وفرض الصلاة في هذا التوقيت كان لحكمة بالغة كان من الضرور أن يتعرف الصحابة على الله تعالى أولا صفاته رحمته قدرته حتى يستقر حب الله تعالى في قلوبهم فيأتي فرض الصلاة عليهم فيجد مكانا في قلوبهم بل شوقا منهم للاتصال مع هذا الخالق العظيم الكريم الودود هكذا كان أمر الصلاة في قلوبهم إذا عرف الآمر نفذ الأمر عندما تعرف الصحابة رضوان الله عليهم على الله أحبوه فكانت الصلاة في ظاهرها فرض عليهم وفي جوهرها هبة من محبوب لحبيبه للاتصال به ومناجاته لذلك منهم من كان يقيم الليل كله صلاة وصلة بالله ومنهم من كان يصلي الضحة اثنتي عشر ركعة نافلة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل حتى تتورم قدماه ولا عجب في هذا فكم من حبيب يقضي ساعات مع محبوبه دون ملل ولله المثل الأعلى فكان أمر الصلاة لهم فسحة للنفس لأنه ليس كأي أمر بل أمرا من المحبوب فأول مهارة العليك تعلمها للحفاظ على الصلاة وقبل أن تصلي هي أن تتعرف على الله وقد خصصت آخر فصل من هذا الكتاب هكذا عرفته كمدخل للتعرف على الله الرحمن فإن عرفته أحببته وإن أحببته أطعته فالله رحيم ودود تواب واسع حافظ اعتقادك أن علاقتك مع الله تعالى هي علاقة أمر ونهي فقط هي اعتقاد خاطئ واعتقادك أن حب الله تعالى ووده هو أمر مقصور على الأنبياء والشهداء والصالحين فقط هو نقص إيمان الله قريب عندما وصف المذنبين الذين أسرفوا على أنفسهم نسبهم إليه ولم يتبرأ منهم فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إذن جدير بك أن تعرف الله حقا أن تعرف الله السميع الذي يسمع دعاءك أينما كنت الله الشكور الذي يعطيك على العمل القليل الشيء الكثير الله الصمد الذي تصمد وتلتجي إليه في خوفك وفزعك الله السلام الذي سلمت أفعاله من الشر المطلق ولو عرفت الله السلام أحسنت الظن به وملأت السكينة قلبك إن جئته تشكو ضائقة كان هو الواسع لك إن جئته تشكو ألما كان هو اللطيف بك وإن جئته تشكو غلظة وقسوة كان هو الحنان عليك قاهر لمن قهرك ومذل لمن أذلك لا تفوت يوما إلا وتسمع أحدا يحدثك عن الله تعالى الأمر ليس صعبا أو معقدا خمسة عشر أو ثلاثون دقيقة كل يوم ستملأ قلبك تدريجيا بحب الله تعالى ومعرفته اسمع لشيخ تحب أسلوبه أو لقارئ تحب صوته استغل أوقات الذهاب أو العودة إلى ومن العمل أو بينما تقود سيارتك أو في أوقات الانتظار أو قبل أن تنام استمع لموعظة قصيرة أو قصص الأنبياء أو قصص الصحابة والتابعين أو لقصص واقعية عن الصالحين أو القرآن بصوت جميل حافظ على هذا الأمر يوميا وستتغير حياتك سيزداد علمك ويرق قلبك ستعلم حب الله تعالى لك فيزداد حبك له ويكون دافعا لك أن تصلي قال الله تعالى وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين لذلك لا أخفيك سرا أنت لا تصلي لأنك لا تعرف الكثير عن الله سبحانه وتعالى لذلك أذكر لك هنا بعض الدعاة المفضلين لدي ولك الحق أن تختار من تميل إليه نفسك من غيرهم الشيخ محمد راتب النابلسي الدكتور عبد المحسن الأحمد الشيخ الحبيب علي الجفري الشيخ محمد متولي الشعراوي الشيخ عمر عبد الكافي الدكتور علي أبو الحسن الدكتور محمد سعود الرشيدي الشيخ مبروك زاد الخير الدكتور مصطفى محمود الداعية مصطفى حسني الشيخ نبيل العوضي الشيخ صالح المغامسي الداعية مشاري خراس الشيخ محمد مختار الشنقيطي أيضا القراء فهد الكندري له برنامج اسمه اهتديت بالقرآن فيه قصص من اعتنقوا الإسلام حديثا ستشعرك هذه القصص بنعمة الإيمان وتعززها في قلبك سترى أناسا امتلكوا الكثير والكثير من متع هذه الدنيا ومع ذلك لم تشبع هذه المتع واللذات جوع روحهم ولكن بعد أن عرفوا الله سبحانه وتعالى عاشوا كأنهم يمتلكون الدنيا كلها وبعض قراء القرآن القارئ أحمد النفيس القارئ عمر الشلبي القارئ وديع اليمني الشيخ مشاري العفاسي الشيخ محمد صديق المنشاوي الشيخ عبد الرشيد الصوفي القارئ ناصر لقطامي القارئ حاتم فريد القارئ إدريس أبكر أيضا استمع لمناظرات الشيخ أحمد ديدات وتلميذه الشيخ ذاكر نايك عالمان في مقارنة الأديان استمع إلى القصائد الدينية ستعجب بها كثيرا ومنها أطع أمرنا سامر الدرة أغيب مشاري راشد ليس الغريب مشاري راشد قصائد المنشد مصطفى عاطف وإن كنت ممن يحبون القراءة يمكنك قراءة كتيبات صغيرة فيها مواعظ رائعة وهناك كتاب اسمه أنيس المؤمنين يحتوي على قصص رائعة لصحابة والتابعين والصالحين أيضا خصص خمس دقائق كل يوم لذكر الله تعالى بتركيز مع تفريغ قلبك من أي عمل آخر اذكر الله تعالى فقط بهدوء وسكينة وكن واعيا لما تقول ولا تسرع وأنت تذكر الله كن هادئا متقنا فالعبرة بمن هو أحسن عمله لا بمن هو أكثر عمله أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل فكلما حافظت على تلك الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى الوقت الكثير ولا المجهود الكبير قويت روحك وأعانتك على وسوسة الشيطان فالتذكير والذكر غذاء للروح كما الطعام غذاء الجسد يمكنك أن تشتري لوحة صغيرة عليها آية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ضعها في غرفتك أو سيارتك أو مكتبك أو اجعل هذه العبارة خلفية لهاتفك أو حاسوبك الشخصي حتى تتذكر دائما أن تستمع أو تقرأ شيئا يذكرك بالله بمرور الوقت ستشعر بالتغيير في حياتك فهذه أحد أسرار الذين يحافظون على الصلاة وتعلقت قلوبهم بالمساجد الفصل الثاني أنت أفكارك شئت أم أبيت أن الحوار الذي يدور داخل عقلك هو من يسير حياتك فما أنت إلا مجموعة من الأفكار وما تفعله في حياتك كل يوم وهو إلا تنفيذ للأفكار التي تسيطر على عقلك وإذا أردت أن تحسن من أي جانب من جوانب حياتك فلابد أن تحسن أفكارك تجاه هذا الجانب وهناك مبدأ نفسي يقول أيا كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه فأنت على صواب في الحالة حين فأنت لا تستطيع أن تنجح في أي أمر إلا إذا اعتقدت أولا أنك تستطيع أن تنجح فيه عندما سئل الملاك من مشهور محمد علي كلاي عن سر نجاحه قال إنه كان دائما يردد عبارة أنا الأعظم والتي غيرها بعد أن أعلن إسلامه إلى الله الأعظم حتى أصبح بالفعل أعظم ملاك من عرفه التاريخ وهذه العبارة كانت تساعده على الالتزام بأداء التدريب اليومي وكان يستخدمها في اللحظات الصعبة في كل مباراة ولو لم تكن هذه الفكرة تسيطر على عقلك لاي لم استطاع أن يحقق هذا النجاح لا تستهم بالأفكار المختزنة داخل رأسك فكل الأعمال النبيلة كانت نتيجة أفكار كذلك كل الجرائم والحروب كانت بدايتها أفكار يكفيك أن تعلم أن سلاح إبليس الوحيد هو الوسوسة وما الوسوسة إلا التأثير السلبي على الأفكار لذلك عليك أن تحمي عقلك من الأفكار السلبية والهدامة وأن تستبدل بها دائما أفكارا إيجابية بناءة عقلك مثل التربة التي تقبل زراعة أي أنواع من النباتات أي شيء تبذره فيها ستحصده فهو يقبل أي أفكار تزرعها فيه دون أن يجادلك أو يسألك ما إن كانت هذه الأفكار صحيحة أم خاطئة بناءة أم حدامة ومع مرور الوقت تصبح هذه الأفكار هي من تشكل عاداتك وسلوكك تذكر مرة شعرت فيها بالإحباط أو الضيق أو الحزن بسبب كلام سمعته من شخص ما وتذكر أيضا مرة شعرت فيها بالإمتنان أو السعادة بسبب كلمة قالها لك شخص ما سواء كان هذا الشخص صديقك أو أحد أفراد عائلتك أو حتى لا تعرفه يمكن لكلمة يقولها لك أي إنسان أن تؤثر على شعورك بدرجة كبيرة لذلك قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقه لأن الكلمة الطيبة لها تأثير بالغ على من يستقبلها كذلك الكلام الذي تحدث به نفسك في صورة أفكار يؤثر عليك بنفس الدرجة حتى وإن كنت صامتا ظاهريا فيمكن لحديث النفس أن يجعلك تشعر بالسعادة أو الحزن بالأمل أو الإحباط بالإمتنان أو التدمر فالأولى أن تتصدق على نفسك وتحدثها بالكلام الطيب ما تحدثك به نفسك عن الصلاة وصورتك الذهنية عنها يسهمان بقدر كبير في حفاظك على الصلاة أو تركها ربما يكون لديك بعض الذكريات السيئة مع الصلاة التي رسمت صورتها في ذهنك على أنها عمل ثقيل أو عبء عليك الانتهاء منه أو تركه وجعلك تحدث نفسك بأنك لا تستطيع أن تحافظ على الصلاة أو أنك لم تتعود عليها ولن تخشع فيها أو أن المصلين لديهم قدرات وظروف خاصة ليست عندك هذه الصورة لا تعكس جوهر الصلاة الحقيقي وكلما ذكرت نفسك بالله وزاد علمك به سبحانه كما ورد في الفصل السابق تغيرت هذه الصورة تدريجيا الألم والسعادة الألم والسعادة يخبرنا علماء النفس بأن كل ما نفعله من نشاطات في حياتنا اليومية إنما نفعله بدافع أن نتجنب الألم الناتج عن عدم فعله أو لجلب السعادة الناتجة عن فعله فالألم والسعادة هما اللذان يسيطران على دوافع ابن البشر فمثلا بعض الأشخاص يحملون أنفسهم على الذهاب إلى أعمالهم كل صباح رغم عدم حبهم لها لتجنب شعور الألم الناتج عن عدم الذهاب إلى العمل وهو الفصل وعدم القدرة على دفع الفواتير وما يترتب عليها بينما نجد أشخاص آخرين يحافظون على الاستيقاظ مبكرا بانتظام حتى في أيام العطلات وهو الأمر الذي لا يحبه الكثير لأنهم وجدوا الاستيقاظ مبكرا يجلب لهم شعور السعادة والعجيب أن ما يكون قناعاتنا حول ما يسبب لنا الألم أو ما يجلب لنا السعادة هي أفكارنا فقط ربما تتذكر إحدى المرات التي كان يتوجب عليك أن تقوم بأمر معين لا تحبه وكيف أن أفكارك صورت لك صعوبة هذا الأمر وثق له عليك لكن بمجرد أن تبدأ هذا الأمر وتستغرق فيه تنسى أصلا ما كنت تشعر به من قبل وتجد أن الأمر لم يكن بالصعوبة التي تصورتها بالطبع تأتي هنا أداة الشيطان الأساسية وهي الوسوسة فيصور لك الصلاة على أنها عمل ثقيل مؤلم مرارا وتكرارا حتى تترسخ هذه الصورة في ذهنك ميل الأربعة دقائق ربما تعد قصة ميل الأربعة دقائق من أهم القصص التي توضح كيف أن تغيير القناعات يمكن أن يحقق ما يظنه الناس مستحيلة فلآلاف السنين كان الناس يتمسكون بالاعتقاد بأن من المستحيل على الإنسان أن يقطع مسافة الميل في أقل من أربعة دقائق غير أن روغر بانسي ترحطم هذه القناعة في عام 1954 بعد أن نجح في قطع مسافة ميل في أقل من أربعة دقائق ويحكي روغر بأن السبب في ذلك لم يكن فقط التدريب الشاق بل أنه كان دائما يتصور نفسه وهو يحطم هذا الرقم ويحدث نفسه بأنه يمكنه تحقيق ذلك حتى أصبح الأمر من قناعاته الشخصية التي لا تقبل النقاش علاوة على ذلك ففي غضون عام واحد مما حققه روغر كان 37 آخرون من ممارسي رياضة الجري قد حطموا هذا الرقم أيضا فتجربته شكلت بالنسبة لهم نقطة مرجعية قوية غيرت قناعاتهم حول ما يمكن تحقيقه لم يكن هؤلاء الذين حققوا أرقاما قياسية يملكون قدرات بيولوجية خارقة هم فقط غيروا أفكارهم وقناعاتهم صورة الصلاة غير أفكارك تجاه الصلاة اغتنم أي من ذكرياتك الجميلة مع الصلاة واجعلها تعكي الصورة الصلاة في ذهنك تذكر يوما صليت فيه صلاة خاشعة مطمئنة كان فيها المسجد هادئا صافيا تذكر تلك المشاعر التي ملأت قلبك وأنت تصلي التراويح في رمضان أو تذكر صلاة أحد المصلين التي أحببتها وتمنيت أن تصلي مثلها جاهد عقلك أن يتصور هذه الصور الجميلة للصلاة كلما صور لك الشيطان الصلاة بأنها عمل ثقيل عليك الانتهاء منها أو تركه جاهد نفسك أن تطرد هذه الأفكار من رأسك وتستبدلها بأفكار أكثر إيجابية فأنت لا تستطيع أن تفكر في أمرين في الوقت نفسه كلما جاهدت نفسك أن تجعل صورة الصلاة في ذهنك مرتبطة بالسكينة والسعادة والطمئنينة حتى وإن لم تصلي بعد فسيتقبل عقلك هذه الصورة كحقيقة ولن تقوى عليك وسوسة الشيطان وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الجميل عندما قال أرحنا بها يا بلال أراد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ترتبط صورة الصلاة في أذهاننا بالراحة والسكينة وهو من أهم الدوافع التي تعين على الصلاة عبارات أحب دائما أن أذكر نفسي بعبارة إلا المصلين وهي الآية التي وردت في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون فكلما شعرت بالحزن أقول إلا المصلين فالحزن لن يستطيع أن ينال مني ما دمت أصلي وعندما يضيق صدري أقول إلا المصلين فأطمئن أن الله تعالى سيشرح صدري ما دمت أصلي وحين يصيبني التعب أقول إلا المصلين لأن الصلاة قوة وكلما أسبغ الله علي من نعمه أقول إلا المصلين فأتذكر أن الفضل كله لله تعالى فارتبط معنى الصلاة في ذهني بالاتزان والطمأنينة والسكينة ولا أخفيك سراً إن مع مرور الوقت وتكرار عبارة إلا المصلين حصدت ما زرعت فأصبح عقلي هو من يمليها علي دون مجهود بعد أن كنت أجاهد نفسي لزرع تلك الفكرة إلا المصلين في عقلي أيضاً كلما راودتني نفسي أن أؤخر الصلاة لتعب أو كسل ذكرتها بعبارة الصلاة راحة أرددها محدثاً بها نفسي حتى أغلبها حتى وإن كنت أشعر بالتعب والكسل فأنا على يقين أن شعوري سيكون أسوأ حالاً إن فاتتني تلك الصلاة وسيتحسن شعوري إن دفعت نفسي للحاق بها فترسخ مفهوم الصلاة راحة في ذهني وإني على يقين أنك جربت هذه الحالة مرة على الأقل في حياتك حيث تدخل معركة أداء الصلاة أو تركها فتقرر أن تتركها فتجد أن شعورك ازداد سوء في حين أنك إن قررت أداء صلاة رغم تعبك أو كسلك تشعر بانشراح الصدر بمجرد أن تنتهي استخدم أي من العبارات التي تشعر بقوتها واجعلها أداة تدفع بها وسوسة الشيطان وحديث نفسك أنت في معركة تتوقف عليها سعادتك في الدنيا والآخرة ولا بد أن تحارب شيطانك ونفسك بنفس أسلحتهما فقد فاتتك صلوات وصلوات بسبب أفكار مختزنة في رأسك لا حقيقة لها زرعها إبليس ويذكرك بها كل يوم وليلة لأنها سلاحه الوحيد حتى في أثناء تصفيده وغيابه فهو يترك المهمة لنفسك التي لا تجد غير تلك الأفكار فتمليها عليك في صورة حديث نفس فابدأ من الآن في زرع أفكار وعبارات إيجابية حول الصلاة تكون جاهزة لمواجهة حديث نفسك الذي يوسوس لك مع كل وقت صلاة ما أحدثك عنه ومفهوم ثابت في علم النفس يسمى سيلف توك ويستخدم طباء النفس تقنية يسمونها التوكيدات الإيجابية التي تعالج حالات الانطواء وفقدان الثقة والاكتئاب وهي نفس التقنية التي يستخدمها معظم الناجحين من خلال قراءة لسيرهم وهم يستخدمون حديث النفس كأداة تعينهم على تحقيق نجاحاتهم وتعزيز الثقة في أنفسهم استخدم عقلك تذكر دائما أيا كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه فأنت على صواب في الحالتين هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة يقومون بعمل بسيط جدا وهو أنهم يقنعون عقولهم باستمرار بأنهم قادرون على أداء الصلوات أيا كانت الظروف والعقل مثل بقية عضلات الجسد فكما أن عضلات الجسد تنمو وتقوى بالتدريب والتكرار كذلك العقل ينمي فكرة معينة أو اعتقادا معينا بالتكرار فيقتنع بها وكأنها حقيقة مثلا إذا ذهبت إلى النوم في وقت متأخر نسبيا ستجد مئات الأعضار التي تمنعك عن صلاة الفجر بينما لو ذهبت للنوم في نفس الوقت المتأخر وعليك أن تستيقظ في نفس وقت صلاة الفجر لتلحق موعد الطائرة أو تلحق موعد المقابلة للتقديم في وظيفة جديدة ستجد مئات الأسباب التي تدفعك إلى الاستيقاظ وقت النوم هو نفسه ووقت الاستيقاظ هو نفسه ولكن الأفكار التي سيطرت على عقلك هي التي جعلتك تفوت هذا وتلحق بذاك لماذا؟ لأن عقلك سيبحث عن كل الأسباب المنطقية التي تدعم الفكرة التي زرعتها فيه هكذا يعمل العقل حتى وإن كانت هذه الفكرة هي فكرة غير صحيحة أو غير منطقية فما إن أخبرته قبل أن تنام بأنك لن تستطيع أن تصل الفجر لأنك متعب فكرة غير صحيحة فسيمدك عقلك بكل الأسباب التي تدعم هذه الفكرة وما إن أخبرته أنك يجب أن تستيقظ لتلحق موعد الطائرة أو مقابلة الوظيفة سيمدك عقلك بكل الأسباب المنطقية التي تدعم فكرتك وتدفعك أن تستيقظ وربما جعلتك تستيقظ دون منبه ما دام العقل يعمل بهذه الطريقة فلماذا لا نستخدم هذه الطريقة لتعيننا على الصلاة بدلا من أن نستخدمها لنتصارع ضد الصلاة ونختلق الأعذار حتى نتركها هذا الصراع الدائم بين النفس وبين ترك الصلاة يولد حالة نفسية من تحقير الذات يولد جعورا بأن هناك دائما شيئا مفتقد اجعلك في نهاية اليوم تشعر بالفراغ لأنك صارعت ضد فطرتك على الجانب الآخر معظم من لا يصلون يشعرون بالسعادة والبهجة إذا صلى أحدهم الفجر في جماعة أو إن أكمل صلوات يومه كلها دون أن تفوته صلاة إذن الصلاة مصدر سعادة وبهجة وسكينة فلنجعل عقلنا يتصورها هكذا فقد تصورها هكذا حتى وإن لم تصلي بعد ستجد نفسك تبحث عن وسائل تعينك عليها بدلا من أن تبحث عن وسائل تعينك أن تتركها قرر اليوم أن تخرج من عالمي يوما ما هذا اليوم الذي تظن أن حالك سيتغير فيه بين ليلة وضحاها وتصبح فجأة من المصلين هذا اليوم لن يأتي لا تنتظر بل عليك أن تصنعه أنت بداية الطريق أن تخرج من هذا العالم المليء بالأعدار تعلم كيف تحافظ على الصلاة بدلا من أن تتعلم كيف تتركها قبل أن تصلي تعرف على الله عز وجل أولا لو عرفته ستحبه وإذا أحببته أطعته علاقتك مع الله تعالى ليست علاقة أمر ونهي فقط الله رحيم ودود غفور شكور واسع كريم تواب غذي روحك كل يوم بأن تسمع أحدا يذكرك بالله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أيا كان اعتقادك لأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه فأنت على صواب في كلتا الحالتين ما تحدث به نفسك عن الصلاة يساهم في حفاظك عليها أو تركها تغيير أفكارك واعتقادك عن الصلاة سيعينك أن تصلي اغتنم أي من ذكرياتك الجميلة مع الصلاة واجعلها تعكس صورة الصلاة في ذهنك ابحث عن وسائلة عينك عليها بدلا من أن تبحث عن وسائلة عينك على تركها الصفة المعجزة الصفة المعجزة هكذا يطلق عليها علماء النفس الصفة المعجزة ففي دراسة أجريت على أكثر الأشخاص نجاحا في معظم جوانب حياتهم ممن تركوا بصمتهم في هذا العالم وجدوا أن هناك صفة أساسية مشتركة بينهم هذه الصفة ليست الذكاء ولا العبقرية ولا التعليم المتميز وهي ليست النفوذ أو السلطة أو ثروة وجدوها بانتظارهم ساعدتهم على النجاح على العكس تماما فمعظمهم لم يكن يملك أي من هذه الصفات فمنهم من كان مستوى ذكائه أقل من المتوسط ومنهم من لم يكمل تعليمه الأساسي ومنهم من بدأ حياته مشردا ومنهم من لم يجد قوت يومه ولكن هذه الصفة فتحت الأبواب أمامهم وجعلتهم يحققون نجاحات عظيمة في حياتهم ويساهمون في إعمار هذه الأرض وبالطبع هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة لسنوات وسنوات يتميزون بهذه الصفة فهي صفة أساسية مشتركة بينهم جميعا فهم ليس لديهم قدرات خاصة ولا ظروف استثنائية ولكنهم فقط طوروا هذه الصفة المعجزة حتى أصبحت عادة فظنمنا نحن أن لديهم قدرات خاصة أو دعما سماويا يعينهم على الصلاة هذه الصفة هي أساس كل نجاح وكل ما ستعرفه في هذا الكتاب يصبح عديهم الفائدة بدون هذه الصفة ضبط النفس ضبط النفس هو الصفة المعجزة ضبط النفس هو الصفة الأساسية للحفاظ على الصلاة ربما ظننت أني سأملي عليك حلا سحريا أو طريقا مختصرا سلكه هؤلاء الناجحون أو أولئك المصلون لا لا يوجد نجاح بدون ضبط النفس ضبط النفس ساعد هؤلاء الناجحين أن يحققوا معظم أهدافهم وساعد المصلين أن لا تفوتهم صلاة أيا كانت الظروف ضبط النفس سيجعل منك شخصا مختلفا سيرتب لك حياتك سيجلب لك السعادة لأنه يتوافق مع الفطرة ضبط النفس هو أن تقوم بما عليك فعله في الوقت المحدد له سواء أحببت هذا العمل أم لم تحبه ضبط النفس هو أن لا تختار أن تقوم بما هو ممتع وسهل على حساب ما هو ضروري ومهم حتى وإن كان صعبا أو ثقيل قيامك بما هو ممتع وسهل سيجلب لك اللذة والراحة في وقته لكن في نهاية يومك ستشعر بالفراغ والإحباط لأنك فوتت الأعمال المهمة بينما قيامك بما هو ضروري ومهم ربما يجلب لك شيئا من الملل في وقته لكن في نهاية يومك ستشعر بالرضى والسكينة لأن يومك كان مفيدا نافعا ذا قيمة ذلك لأن ثمن الانضباط والالتزام أقل بكثير من ثمن الندم وإذا أردت أن تعي ما أقول فالتقف أمام باب مسجد بعد صلاة العشاء واسأل أحد المصلين عن شعوره بعد أن أتم صلوات يومه أو اسأل أحد الذين وضعوا لأنفسهم هدفا شاقا عن شعوره بعدما أنجز ذلك الهدف في كل يوم أنت بين مئات الاختيارات في أن تقوم بما عليك فعله من أمور مهمة أو تختار الأمور السهلة غير المهمة وما تختاره كل يوم يحدد شخصيتك لا يوجد يوم واحد في حياتك غير مهم كلما اخترت أن تقوم بالأمور بالمهمة أي كانت الظروف قويت شخصيتك وتحكمت بهوى نفسك حتى يصبح ضبط النفس والالتزام حادة وجزء منك وكلما تجاهلت الأمور المهمة والضرورية في حياتك واخترت الأمور السهلة الممتعة ضعفت شخصيتك وأصبح اتباع هوى نفسك جزء منك أبشرك أنك تستطيع أن تنمي ضبط النفس عندك حتى يصبح عادة تفعلها دون مجهود ربما رأيت أحدهم وهو يقود دراجة هوائية حيث يبدو وكأنه يقودها دون مجهود وبمهارة عالية وربما يظن البعض ممن لم يجرب قيادة الدراجات أنها أمر سهل بسيط ولكن ما لم يعلمه هؤلاء أن هذا الشخص قد أخفق عشرات المرات في البداية ولكنه حاول كثيرا وكثيرا وثابر حتى استطاع أن يقود الدراجة دون مجهود وبشكل تلقائي هكذا هو حال هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة فهم يبدون وكأنهم لا يجاهدون أنفسهم للصلاة ولكن ما خفي أنهم واجهوا أعذارهم يوما بعد يوم وجاهدوا أنفسهم حتى استقامت لهم وأصبح ضبط النفس عادة وجزء من شخصيتهم وهكذا تستطيع أن تنمي ضبط النفس عندك مع كل يوم تعيشه فأن ترفض الأعذار أيا كانت وأن تلتزم أن تقوم بما عليك فعله أيا كانت حالتك المزاجية تجاه هذا الأمر لا تقلق فلن تشعر بالسامة أو الملل بل ستحيا كل يوم سعادة ورضا سيصبح الالتزام شيمة لك ستشعر بالرضا والسعادة في نهاية كل يوم تعيشه لا تشاور عقلك إن الناجحين يقومون بتنفيذ الأعمال المهمة والضرورية دون أن تستهلك منهم مجهودا في المشاورة العقلية وكذلك المصلين لا يشاورون عقلهم في أمر الصلاة فلا تقول أصلي الآن أو بعد أن أنتهي من هذا العمل أنتظر الطعام أم أذهب لأصلي سيرهقني خلع حذائي لأتوضأ سأنام خمس دقائق إضافية حتى أكون نشيطا في صلاة الفجر لا تشاور عقلك فالمشاورة العقلية تستهلك طاقة كبيرة وهي سبب رئيسي من أسباب التكاسل يقول علماء النفس أن أفضل وسيلة للقضاء على التكاسل وتأجيل المهام هي أن تأمر عقلك أن يصمت وتبدأ في الأمر الذي تريد إنجازه وتستغرق فيه عندما تسمع الأذان أؤمر عقلك أن يصمت وتوجه إلى الوضوء ثم الصلاة مباشرة والأفضل أن لا تفتح أي حديث مع أي شخص إلا بعد أن تنتهي بنا الصلاة حتى لا يتفرغ هذا الحديث فيتدخل الشيطان ليقنعك أن تؤخر الصلاة أيًا كان ما تفعله أو أينما كنت لا تشاور عقلك في أن تصلي أم لا لا تستهلك طاقتك في التفكير كلما جهدت نفسك أن تقوم مباشرة إلى الصلاة ستقوي نفسك وستصبح هذه عادة مع مرور الوقت وهي من أهم عادات المصلين والناجحين كان أحد الصالحين يعمل مزارعا فكان إذا رفع يده بالفأس وسمع الأذان لا ينزلها بل يلقي بالفأس خلفه خشت أن يوسوس له الشيطان بتأخير الصلاة عمل بسيط لكنه بمنزلة تدريب على إلزام العقل بعدم المشاورة في أمر الصلاة وأخبرني أحد أبناء الشيوخ الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد أنه كانت هناك عاصفة شديدة وأمطار غزيرة فسأل والده أن يصلي في البيت حتى لا يتأذى فقال الشيخ والله لو كانت تمطر حجرا ما تركت صلاة المسجد قوة شخصية لا تقبل المشاورة في أمر الصلاة النقطة المرجعية عندما سألت هذا الشيخ عن سر قوته في ضبط النفس أطلعني على سر عجيب من أسرار النفس وجدته مدونا في كتب العلماء هذا السر يسمى النقطة المرجعية والنقطة المرجعية هو حدث أو فعل نجحت أنت في القيام به سلفا تحت ظروف استثنائية صعبة فعندما تمر أنت بنفس الحدث أو الفعل في الوقت الحاضر يمكنك أن ترجع لهذا الحدث القديم كنقطة مرجعية ليكون دافعا ومحفزا لك بمعنى في ليلة باردة قارصة عاد هذا الشيخ من عمله متأخرا متعبا ولم يحظى بساعات نوم كافية حتى أذن لصلاة الفجر فجاهد الشيخ نفسه حتى قام فتوضأ وتعطر ثم ذهب إلى المسجد برودة الجو وقلة النوم والتعب كانت ظروفا صعبة كفيلة أن تضيع الصلاة على الشيخ لكنه تغلب عليها فعندما يمر بنفس الظروف لاحقا يرجع لهذه الليلة ويذكر نفسه أنه استطاع أن يقوم ويتوضأ ويصلي في ظروف صعبة جدا فلا تجد نفسه حيلة للتغلب عليها فيهزمها وهكذا عندما تنجح أنت أن تكون لنفسك نقاطا مرجعية ترجع إليها في الظروف الصعبة سيعينك هذا على ضبط النفس والمحافظة على الصلاة فبادر أن تتخطى كل ظرف صعب حتى يصبح نقطة مرجعية لك لذلك أمرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على صلاة السنن والنوافل قدر المستطاع فكيف لإنسان يصلي أضعاف ما فرضه الله تعالى عليه في صورة سنن ونوافل أن يضيع صلاة الفريضة وكأن سيد محمد صلى الله عليه وسلم يريد لنا أن نتخذ أفقا أوسع لضبط النفس هذا الوقت سيمضي طلب ملك من وزيره أن ينقش جملة على خاتمه إذا قرأها وهو حزين فرح وإذا قرأها وهو سعيد اعتدل فكتب هذا الوقت سيمضي عبارة جميلة تذكرها دائما عندما تستيقظ لصلاة الفجر وتشعر بالإرهاق والنعاس هذا الشعور سيمضي فقط أعطي لنفسك فرصة بضع دقائق حتى تنهض وتتوضأ لن يلازمك هذا الشعور طوال اليوم ولن يلازمك كل يوم أنت فقط في مرحلة بناء عادات جديدة وأي شعور بالتعب والملل سيمضي الوقت الذي تشعر فيه بأنك تجاهد نفسك حتى تقوم إلى الصلاة هذا الوقت سيمضي الوقت الذي تشعر فيه بأنك لا تستطيع أن تخشع في الصلاة هذا الوقت سيمضي الوقت الذي ذهبت فيه لصلاة الجمعة ولم تجد مكانا داخل المسجد فصليت خارجه تحت لهيب الشمس أو مطر السماء هذا الوقت سيمضي الوقت الذي كان فيه عملك شاقة وطاقت نفسك للراحة حتى وصلت بيتك لترتاح سمعت الأذان اذهب وصلي فإن هذا الوقت سيمضي فقط اصبر لن يطول هذا الوقت سيمضي ولكن قبل أن يمضي سيجعل منك شخصا آخر لا تظن أن مجاهدة النفس للصلاة هو عمل سيلازمك ما حييت هو فقط ثمن لحالة من السكينة الداخلية تأتي بعدها ستجعلك تشعر وكأنك تملك الدنيا بحذافيرها ستفتح عينيك على ثراء داخلي لا حد له ستشعر بأنك تمتلك ضمانا غامضا وكأنك مؤمن عليك تدى المرض والشيخوخة والفقر تلك الحالة التي يزول فيها الخوف تماما لأنك متصل مع الله وإن كان الله معك فمن عليك الفصل الثالث ألك حاجة لحظات كالعمر تلك التي بين الأذان وإقامة الصلاة فما من شيء سألته خلال تلك اللحظات إلا وأعطيته أو أعطيت الحكمة من منعه أتعجب كيف يفوت الكثير هذه الدقائق التي يستجاب فيها الدعاء ألك حاجة ومن منا ليس له حاجة أيا كانت حاجتك قف بين يدي من له ملكوت كل شيء واسألها اطلبها من الغني الذي له خزائن السماوات والأرض أعتقد والله أعلم أن الحكمة من وجود عقبات وتحديات يومية هو تجديد الإيمان لعل مصطلح تجديد الإيمان قد اعتاد الناس على سماعه دون فهمه بعمق فإذا سألت أحدهم هل هو مؤمن بالله تعالى حقا سيستنكر سؤالك ويتعجب كيف تسأله هذا السؤال فهو بالطبع مؤمن بالله تعالى ويؤدي العبادات ويحب الله وإذا جاءك نفس الشخص يشتكي لك سوء حاله أو تعثر حياته أو مشكلة تسببت في ضيق صدره أو دينا يرهقه ونصحته أنت بأن يسأل الله تعالى مسألته أخذ بنصيحتك وكأنه أمر ثانوي فيقول لك نعم نعم سأسأل الله تعالى بالطبع ولكن ما رأيك أن أفعل كذا وكذا فهو يريد سببا ماديا يحل به مشكلته وإن نصحته ثانية بأن يسأل الله وحده قال لك إن هذا تواكل ألم يأمرنا الله تعالى بالأخذ بالأسباب وتحت اسم الأخذ بالأسباب تجد هذا يسأل فلانا لتوظيف ابنه والآخر يقف عند باب مدير منتظرا أمرا لتيسير طلبه وهذه تشتكي لصاحبتها سوء حالها والعجيب أن أولئك الذين يسألون الخلق دون الخالق ويشتكون الخالق للخلق يتفننون بعرض مسألتهم أو شكواهم ويكون لسانهم أفصح ما يكون ولكن عندما يسجدون بين يدي من له ملكوت كل شيء ومن هو على كل شيء قدير ومن له خزائن السماوات والأرض يتلعثم لسانهم ولا يدرون ما يقولون ذهبت الكلمات والعبارات أتدري لماذا؟ لأنهم اعتادوا أن يسألوا فقراء فقير يسأل فقيرا لا يملك من أمره شيئا حتى وإن كان من يسألونه هو ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء أو أيا كان فهو لا يملك من أمره شيئا ففي لحظات يمكن أن يكون طريح قبر ضيق لا حول له ولا قوة يحمله من يحمله ويضعه من يضعه أساءنا فهم الأخذ بالأسباب حتى نسينا رب الأسباب أي أسباب تلك التي نجت يونس عليه السلام وهو في بطن حوت في أعماق بحر يغشيه ظلام الليل فلو جئنا بأقوى ملوك الأرض وأكثرهم عدة فلن يستطيع أن يخرج يونس عليه السلام وأي أسباب تلك التي نجت إبراهيم عليه السلام وهو مقيد ملقى به في النار وأي أسباب تلك التي نجت موسى عليه السلام وفرعون وجيوشه من خلفه والبحر من أمامه وأي أسباب تلك التي جعلت يوسف عليه السلام عزيز مصر له خزائن الأرض بعد أن كان سجينا لا ترى عينه الشمس ومن ذا الذي يستطيع أن يربط على قلب أم تلقي بابنها في البحر خشية أن يقتل ومن ذا الذي يستطيع أن ينجي فتية صغارا اجتمع أهل قريتهم على قتلهم لعلك تقول هذه معجزات للأنبياء وكرامات للصالحين لا دخل لنا بها فقد ذهب زمن المعجزات فأقول لك وما لك والمعجزات أليس الإله الذي تعبده وتؤمن به هو من أحدث تلك المعجزات من نج هؤلاء قادر على أن ينجيك ومن حقق مسألة هؤلاء قادر على أن يحقق مسألتك ومن ربط على قلب هؤلاء قادر على أن يربط على قلبك كف عن التدبير وانشغل بالتدبر فالله الصمد قادر على أن ينجيك ويحقق مسألتك ويربط على قلبك من غير معجزة قالها موسى كلا إن معي ربي سيهدين عندما رأى قومه جيش فرعون خلفهم والبحر أمامهم وقالوا له إنا لمدركون لم يفكر موسى عليه السلام في الأسباب ولا الحلول المنطقية بل فكر في رب الأسباب أولا وكله يقين فكان رده كلا وهي أداة نفي تفيد الردع والزجر والاستنكار وبالفعل بعد هذا اليقين والإيمان المطلق الذي أبداه موسى هضاه الله تعالى لأسباب أخذ بها حتى وإن لم تغني من الأمر شيئا أوحى إليه الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر وهو القادر أن يفلق البحر بدون عصى لكن أراد الله تعالى أن يعرفنا ما هي الأسباب التي نأخذ بها أسباب في إطار طاقتنا أسباب في حدود أنفسنا ولم يأمره الله العزيز أن يرجع لفرعون أو يتفاوض معه فهذا ليس أخذا بالأسباب هذا هو معنى الإيمان الذي أقصده أن تأخذ بالأسباب التي في قدر طاقتك ثم تكون على يقين بأن معك ربا سيهديك ذلك اليقين هو الذي جعل نوحا عليه السلام يصبر على أذى قومه وسخريتهم أتدري لماذا كان يسخر قومه منه لأن أمر الله تعالى جاء بأن تبنى السفينة في الصحراء فاتهموه قومه بالجنون وسخروا منه فأي سفينة تلك التي ستبحر في الصحراء لكن لم يفكر نوح عليه السلام في الأسباب التي ستجعل السفينة تبحر فالأسباب مستحيلة قياسا على التفكير المادي والمنطقي للبشر ولكن اتجه نوح عليه السلام إلى رب الأسباب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر لأنه يعرف قدرة الإله الذي يعبده وجاءت الاستجابة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر كان السبب الذي جعل الله الحكيم للنجاة هنا هو السفينة التي بنيت بمجهود نوح عليه السلام والذين آمنوا معه سببا في إطار طاقتهم وسعة أنفسهم اجتهدوا حتى يأخذوا به وفي كل جانب من جوانب حياتك هناك أسباب تأخذ بها في إطار طاقتك وسعة نفسك لا تفكر في كيفية عمل تلك الأسباب فنوح عليه السلام لم يفكر في كيفية إبحار السفينة هو فقط اجتهد فيما تطيقه نفسه خص الله تعالى ذاته بكيفية عمل تلك الأسباب حتى يتجدد الإيمان في كل يوم تعيشه حتى لا تنسى القدير الذي يسير هذه الأسباب أما منك فلا قالها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو مقيد قبل لحظات من إلقائه في نار استغرق قومه شهورا في إعدادها حتى كانت تلك النار تأكل الطير في السماء قالها لجبرين عليه السلام الذي كان له ستمائة جناح الجناح الواحد يسد الأفق عندما سأله ألك حاجة فكان رد خليل الرحمن الذي لم يعتد أن يسأل غير الله العزيز أما منك فلا هذا هو حال من كان قلبه مطمئنا بالله ذو القوة المتين يقين تام وثقة لا حدود لها جعلاه يرفض سؤال أحد غير الله العزيز وهو على بعد لحظات من حرقه لم ينزل المطر فيطفئ النار ولم تهب ريح فتقتلع قومه وبيوتهم لم يحدث شيئا ينبئه بالنجاة ولكنه كان على علم بأن الحكيم الرحيم لن يضيعه فألقي في النار ثم خرج منها سالمة والقوم يتعجبون فقال له أبوه آزر وكان من الكافرين نعم الرب ربك يا إبراهيم تعلم فن الالتجاء إلى الله تعالى بيقين وثقة ما أمرنا الله تعالى أن نسأل غيره تحت مسمى الأخذ بالأسباب ما أمرنا الله تعالى به هو أن ننظر في أنفسنا ونعمل قدر سعتنا وطاقتها وأن نأخذ بكل الأسباب التي نستطيع أن نفعلها في حدود أنفسنا دون أن نسأل غيره سبحانه وتعالى قال الله وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ هذا أمر يحتاج للعمل والكد الشخصي ولم يأمن الله تعالى بأن نستعين بالآخرين في إعداد القوة أو أن نطلب منهم المدد أو نسألهم أن يمنعوا عنا شر عدونا فهذا ليس أخذا بالأسباب إنما هذا هو التواكل فإن كنت تريد أمره أعد له ما تستطيع وتوكل على الله الوكيل وهو يكفيك لا تسأل أحدا مع الله تعالى ولا تستعم بأحد غير الله العزيز انظر في القرآن الكريم فلن تجد آية واحدة من الفاتحة إلى الناس تأمرك بأن تسأل أحدا مع الله تعود أن تسأل الله عز وجل في كل أمور حياتك صغيرها وكبيرها وإذا سألت الناس فليكن سؤالك عن شيء تجهله أو نصيحة تطلبها وأن لا يبقى في قلبك مثقال ضرة أن هذا الذي تسأله يملك من أمرك شيء أي أن كان منصبه أو قوته فأمرك كله بيد الله ذو القوة المتين في كل يوم أنت بين حاجة تطلبها أو أمر تريد تيسيره أو هم ضاق به صدرك أو هدف تسعى لتحقيقه أو نعمة تشكرها أو شيء تخاف منه أو عليه اجعل صلواتك وكأنها زيارات لمن له ملك السماوات والأرض تخيل أنك تقف بين يدي من هو على كل شيء قدير هل تعي هذا المعنى؟ الله تعالى على كل شيء قدير كل شيء أي كان هذا الشيء أطلب منه ما شئت ألقي بهمومك ومشاكلك اليومية في كل صلاة تصليها احرص أن تكون في المسجد بين الأذان والإقامة صل ركيعات اسأل فيهن مسألتك اسأل الله الواسع السعادة اسأله الطمأنينة الأمر الذي تخاف منه اسأله أن يكفيك إياه الأمر الذي تخاف عليه اسأله أن يحفظه الأمر الذي تخش نتائجه اسأله التوفيق فيه اسأله أن يسد عنك دينك اسأله البركة في الرزق اسأله زيادة النعم اسأله حبه ليحبك رب له ملك السماوات والأرض وخزائنهن لن يمنع عنك شيئا هو في ملكه لا شيء لما يرهقك لما يضيق عليك يقول الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أنت إن فهمت الحكمة من المصائب وتحديات الحياة اليومية لطمأن قلبك وغمرتك سكينة لا حد لها هذه المصائب والتحديات هي من تجعلك على صلة حقيقية بالله تعالى في كل يوم تعيشه ستشعر بمعنى العزة الحقيقي عندما تجد حاجتك تساق إليك ستتعرف على معنى الإيمان الحقيقي ستتعامل مع الله تعالى بمنظور مختلف وستكون الصلاة هي وسيلتك للاتصال بالله القدير السميع البصير تلك الصلاة التي تبدو روتينية للبعض ليست فقط وسيلة لإصلاح أمورك وتحقيق حاجاتك وجلب الطمأنينة إلى قلبك لا بل هناك ما هو أعظم من ذلك فإذا كسفت الشمس وخسف القمر وجفت الأرض وحدثت أمور لا يملك أقوى أهل الأرض على حلها أمرنا الله تعالى أن نصلي حتى يغيرها وهو القوي الخافض الرافع أمور كونية تفوق قدرة أهل الأرض الفقراء المساكين بكل ما يملكونه من معدات وتكنولوجيا أمرنا أن نصلي حتى تتغير موازين الكون فشرع لنا صلاة كسوف وخسوف واستسقاء صلاة تغير موازين الكون كيف لها أن لا تغير حالك هو الحكيم الله حكيم ما إن دعوته فهو يختار الخير لك فربما حجب عنك أمرا تراه أنت خيره ولكن الله الحكيم الخبير يعلم أنه شر لك فلا يستجيب لدعوتك ويدخر أجرها لك لذلك يدعي الكثير أن الله تعالى لا يستجيب دعاءهم مما يقودهم للظن بأن الله عز وجل لا يحبهم أو أنه لا يستجيب لهم بسبب ذنوبهم فيدفعهم ذلك إلى اليأس وسؤال غيره فاعلم أن سبب عدم استجابة الدعاء هو سؤال أحد مع الله تعالى أو عدم اليقين بقدرة الله تعالى جده على تحقيق ما سألت لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فاحذر أن يقع في نفسك أن الله السميع لا يسمعك أو أنه لا يستجيب لك أنت تتعامل مع رب قدير حكيم أطلب ما شئت واعلم أن الحكيم يختار لك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يضحك من قنوط العبد من قرب رفع البلاء فقال الصحابة رضوان الله عليهم أو يضحك الله تعالى فقال سيدي عليه الصلاة والسلام نعم يضحك فقالوا والله لن نعدم خيرا من رب يضحك ما أهمك في الليل وأطار نومك قم واطرحه على باب المهيمن في صلاة الفجر الأمر الذي ذهبت لتخضيه ولم ينقض أرسله إلى الميسر في صلاة الظهر وإن واجهتك مشكلة تبدو وكأنها ليس لها حل اعرضها على العليم في صلاة العصر وهكذا كل ما يشغلك بين الصلاة والصلاة اسأله في الصلاة وإن وسوس لك الشيطان بأنك مذنب أو مقصر والله لن يستجيب لك تعالى الله عن هذا ردد بصوت مسموع أم من يجيب المضطر إذا دعاه إذا أذنبت وتملك منك القنوط استغفر الله الغفور وردد بصوت مسموع إن الله يحب التوابين لا تسمح للشيطان بأن يتدخل في علاقتك مع الله القريب يقول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر فكلما وسوس لك بأنك سوف تفتقر أو أن الله تعالى لن يغفر لك رد هذا الوسواس بوعود ورسائل الله الودود لك من الآن لا حاجة لك بسؤال الناس كل يوم لك خمس زيارات أساسية مع من له ملك السماوات والأرض ومن هو على كل شيء قدير ومن له خزائن السماوات والأرض ومن هو مهيمن على الكون والقاهر فوق عباده والذي هو على كل شيء حفيظ هذه الزيارات هو من دعاك إليها وهو الغني وأنت الفقير إليه في هذه الزيارات لن يقاطعك إن أطلت الطلب وألححت السؤال وهو العليم وأنت الجاهل إليه بعد هذه الزيارات ستنال مسألتك وسيكرمك الكريم بسكينة لا مثيل لها تنسيك ما سألت لفرحتك بمعرفة من سألت فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا دواء العادة في بداية ذسعينات القرن الماضي جاء شخص إلى مدير تنفيذي لشركة أمريكية رائدة في الدعاية والإعلان يدعى هوبكينز بفكرة جديدة في ذلك الحين فقد أوضح هذا الشخص أنه اكتشف منتجا مدهشا وأنه مقتنع أن هذا المنتج سيحقق نجاحا رائعا لذلك فهو يريد مساعدة هوبكينز للترويج والدعاية لهذا المنتج لقد كان هذا المنتج معجون أسنان لقد كان هوبكينز يعتلي قمة مجال الدعاية والإعلان في ذلك الوقت فقد استطاع أن يحول كثيرا من المنتجات المجهولة إلى منتجات تباع بملايين الدولارات تشتريها كل أسرة أمريكية تقريبة وكان سر نجاح هوبكينز يكمن في قدرته على إيجاد عادات جديدة بين العملاء تجعلهم يشترون هذه المنتجات وأصبحت قواعد هوبكينز للدعاية والإعلان قواعد أساسية يستخدمها المسوقون وأصحاب الشركات والمصانع وما زالت هذه القواعد تؤثر في كيفية شرائنا للمنتجات إلى وقتنا هذا ومع ذلك كان يعلم هوبكينز أن بيع معجون للأسنان يعد انتحارا تجاريا في ذلك الوقت فقد كان من النادر أن يشتري أي شخص مواد تنظيف الأسنان حيث كان استخدام غرشات الأسنان نادرا أصلا رغم مشاكل الأسنان المتفشية وقتها لهذا رفض هوبكينز اقتراح ذلك الشخص عدة مرات لكنه عندما رأى إصراره وافق للقيام بحملة ترويجية لمنتجه تحت شروط دمانية في خلال خمس سنوات حول هوبكينز هذا المنتج المجهول إلى أحد أشهر المنتجات شهرة على وجه الكرة الأرضية حيث انتشر معجون الأسنان بيبسو دينت عبر أمريكيا بسرعة مذهلة وبحلول عام 1930 كان يباع في الصين وجنوب إفريقيا والبرازيل وألمانيا حتى انتشر تقريبا في دول العالم كلها وبعد مرور عشر سنوات على إطلاق أول دعاية لبيبسو دينت اكتشف خبراء استطلاع الرأي أن غسيل الأسنان بالفرشات أصبح إحدى شعائر الشعب الأمريكي فقد نجح هوبكينز أن يجعل غسيل الأسنان بالفرشات نشاطا يوميا أي عادة ويفخر هوبكينز فيما بعد بأن سر النجاح يرجع إلى القدرة على جعل غسيل الأسنان عادة يومية بين المستهلكين وذلك عن طريق اكتشاف محفز ينمي عندهم الرغبة للقيام بنشاط غسيل الأسنان كل يوم ليس ذلك فقط بل بضرورة وجود مكافأة فورية يحصل عليها المستهلك بعد غسيل أسنانه حتى يصبح غسيل الأسنان عادة يفعلها المستهلك تلقائيا وهذا المبدأ هو الذي يستخدمه مصممو ألعاب الفيديو الكيم والشركات الغذائية ومحلات الوجبات السريعة وملايين من دوبين مبيعات حول العالم الآن قصة مثيرة ولكن ما علاقة اكتشاف هوبكنز بموضوع الصلاة لكي نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف ما فعله هوبكنز بالتفصيل فما قام به لم يكن فقط أسلوبا ذكيا للدعاية والإعلان بل هو مبدأ علمي في فهم أسرار النفس البشرية وكيفية التعامل معها محفز العادة من أجل بيع بيبسو ديند كان هوبكنز بحاجة إلى محفز يبرر استخدام معجون الأسنان يوميا فجلس مع كومة من كتب طب الأسنان وفي وسط إحدى الكتب وجد معلومة تبين أن هناك غشاء مخاطيا طبيعيا يغطي الأسنان وأن هذا الغشاء تلتسق به بقايا الطعام فيميل لونه إلى الإصفرار ثم تتكون بكتيريا بين الأسنان التي تسبب تلفها وتسوسها مع الوقت فاستخدم هوبكنز هذا الغشاء كمحفز أو منبه يعزز الرغبة لغسيل الأسنان فكان أحد الإعلانات يقول مرر لسانك على أسنانك وسوف تشعر بوجود الغشاء الذي يجعل أسنانك تمرض ويسبب التسوس علميا لم يكن هذا الغشاء نفسه هو ما يسبب التسوس ولكن بقايا الطعام المنتصق به ومع ذلك استخدم هوبكنز لفظ الغشاء لسهولة الإحساس به لذلك نحن تقريبا نجد المحفز أو المنبه في كل شيء نفعله في صورة عادة يومية فمثلا الشعور بالجوع يعد منبها لضرورة تناول الطعام وبالنسبة للأشخاص ذوي الشهية تعد رائحة الطعام فقط أو رؤيته محفزا قويا يعزز الرغبة لتناول الطعام حتى وإن لم يكن هناك شعور بالجوع فكل عادة نفعلها إما أن يكون لها منبها أو محفزا أو الاثنان معا حتى العادات الضارة كالتدخين مثلا يعد الشعور بنقص النيكوتين داخل الجسم منبها يدفع الشخص إلى تدخين السكائر حتى وإن لم يوجد هذا الشعور فرؤية السجائر أو الجلوس بمكان فيه مدخنون يمكن أن يكون محفزا يعزز الرغبة للتدخين المكافأة كان هوبكنز يعلم بضرورة وجود عامل آخر بجانب المحفز حتى تكتمل حلقة العادة ويصبح غسل الأسنان نشاطا يوميا فكان لا بد من وجود مكافأة يحصل عليها المستهلك بعد استخدام معجون الأسنان تجعله يشتهي أن يستخدمه مرة أخرى فعلى خلاف أنواع منتجات العناية بالأسنان الأخرى كان بيبسودنت يحتوي على حامض الستريك بالإضافة إلى جرعات من زيت النعناع ومواد كيميائية أخرى ولقد استخدمت هذه المواد لكي تجعل مذاق المعجون منعشا وتترك إحساسا بالانتعاش والوخز على اللسان واللثة وبعد سيطرة بيبسودنت على الأسواق تدافع الباحثون لمعرفة سبب انتشار المنتج بهذه السرعة واكتشفوا أن العملاء يقولون أنهم إذا نسوا استخدام بيبسودنت فسوف يفتقدون الإحساس المنعش واللاذع في أفواههم وعندما لا يشعرون بهذا الإحساس يعتقدون أن أفواههم غير نظيفة مع العلم أن هذه المواد ليس لها أي فائدة طبية ولكنها فقط تقنع الناس بأن المعجون يقوم بعمله على أكمل وجه لذلك فإن المحفز والمكافأة يعتبران عاملين أساسيين إذا أراد الإنسان أن يكون عادة جديدة وفي دراسة قام بها الباحثون في جامعة نيو ميكسيكو على 226 شخصا ممن تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم حيث كان معظمهم يتدرب على الأقل ثلاث مرات أسبوعية قال عدد كبير من المشاركين أنهم تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية لأنها تجعلهم يشعرون بأنهم في حالة جيدة المكافأة فلقد وصلوا إلى توقع واشتهاء الإندروفينات وهي مواد كيميائية ينتجها الجسم تعمل على تخفيف الألم وإعطاء شعور بالراحة والتحسن وفي مجموعة أخرى قال المشاركون أن التمارين الرياضية تمنحهم شعورا بالإنجاز المكافأة فهؤلاء وصلوا إلى اجتهاء الإحساس المنتظم بالإنجاز والانتصار وفي الحالتين فإن هذه المكافآت الفورية كانت سببا لأن تصبح ممارسة التمارين الرياضية عادة لدى هؤلاء المشاركين العادة والصلاة الصلاة نشاط يومي نفعله عدة مرات في اليوم والليلة نسعى جميعا لنجعل عملية القيام إلى الصلاة عادة نفعلها بشكل تلقائي دون مجهود هدفنا هو أن نقوم للوضوء والصلاة بمجرد زماع الأذان دون الخوض في معركة ضد عقولنا أنا أقصد هنا عملية القيام للصلاة وليست الصلاة نفسها لأن الصلاة ينبغي حضور الذهن والعقل فيها ومع ذلك فإن الصلاة عادة يومية لأنها نشاط متكرر لا أقصد هنا مفهوم العادة الشائع عن الصلاة بأن الصلاة أصبحت عادة وليس عبادة ولكن نتحدث هنا عن العادة بالمفهوم العلمي وهي النشاط الذي يتم ممارسته باستمرار كما أضحنا من خلال الدراسات التي قام بها الباحثون لفهم كيفية تكون العادات فإذا أراد الإنسان أن يكسب عادة مفيدة جديدة يجب أن يتوافر المحفز الذي يعزز الرغبة للقيام بالعادة والمكافأة التي تضمن استمرار هذه العادة ما ذكرناه في الفصول السابقة هو محفز يعزز الرغبة في القيام للصلاة ولكي نضمن حفاظنا على الصلاة وانضمامنا إلى هؤلاء الذين قل ما فاتتهم صلاة جعل الله العليم لنا مكافأة فورية نحصل عليها بعد كل صلاة تجعلنا ننتظر الصلاة بعد الصلاة ولسان حالنا أرحنا بها يا بلال تلك المكافأة هي السكينة أو بمعنى أدق الإحساس الذي يأتي بعد الصلاة بخشوع حال النفس بعد صلاة خاشعة وإحساس السكينة والطمأنينة التي يغمرها هو أفضل إحساس يمكنك أن تذوقه في هذه الحياة الدنيا العبد الفقير الذي يكتب لك هذه الكلمات لا ينقل لك نظريات أكاديمية لتجريد الواقع أو أنه يعيش منعزنا لا يدري شيئا عن متع هذه الدنيا حتى يتجاهلها كلها بل والفضل كله لله من الله الغني علي بكثير من حلال زينة هذه الدنيا ومع ذلك لا يماثل شعور السكينة أي شعور وكأنه دواء هذه الدنيا بزينتها لا بهجة في زينة بدونه ولا شقاء في حزن معه أبى الله تعالى أن تكون الدنيا مصدرا للسعادة لأنه عادل وعدل فليس كل الخلق سواء في امتلاك زينة الدنيا ولكنه العليم الخبير جعل السعادة في السكينة وعرفنا سبيلها فمن شاء أخذ بها يسعد بها الفقير ولو لم يمتلك شيئا ويشقى دونها الغني ولو امتلك كل شيء كل نعمة في هذه الحياة الدنيا تصبح نقمة إذا حجبت عنها السكينة جالست التائبين الذين رجعوا إلى ربهم بعد أن ذاقوا الكثير من متع هذه الدنيا حلاله وحرامه سألتهم لم رجعوا قالوا وجدنا في القرب من الله لذة لا تعادله لذة إحساس السكينة بقوة الله القدير يجعلك تشعر بأنك تملك الدنيا بما فيها يقول الشيخ محمد راتب النابولسي ينام الإنسان على الشوك مع السكينة فإذا هو مهاد وثير وينام على الحرير وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هو شوك القتاد يعالج المرء أعسر الأمور ومعه السكينة فإذا هي هوادة ويسر ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنه السكينة فإذا هي مشقة وعسر يخوض المخاوف والأخطار ومعه السكينة فإذا هي أمن وسلام ويعبر المناهج والسبل وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هي مهلكة وبوار يبسط الله الرزق مع السكينة فإذا هو متاع طيب ورخاء وفير وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة ويمسك السكينة مع الرزق فإذا هو مثار قلق وخوف وإذا هو مثار حسد وبغض وقد يكون معه الحرمان وبخل أو مرض وقد يكون معه التلف بإفراط واستهتار يمنح الله الذرية مع السكينة فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنة وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار يهب الله الصحة والعافية مع السكينة فإذا هي نعمة وحياة طيبة ويمسك سكينته فإذا الصحة والعافية بلاء يسلطه الله على الصحيح المعافى فينفق الصحة والعافية فيما يحطم الجسد ويفسد الروح ويزخر السوء إلى يوم الحساب ويعطي الله الجاه والقوة مع السكينة فإذا هي أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة للدخار الطيب الصالح من العمل والأثر ويمسك سكينته فإذا الجاه والقوة مصدرى قلق على فوته ومصدرى طغيان وبغي ومصدرى حقد وكراهية لا يقر لصاحبهما قرار ويدخر بها للآخرة رصيدا ضخما من النار ولكن كيف السبيل إليها إذا كانت شيئا لا يثمره الذكاء ولا العلم ولا الصحة ولا القوة ولا المال والغنى ولا الشهرة والجاه ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية الخشوع في الصلاة هو ما يولد السكينة التي تجعلك تشتاق إلى الصلاة هو دواء تلك العادة فمعه تصبح الصلاة عبادة متجددة وليست عادة روتينية وكما كان يظن الكثير أن أولئك الذين يحافظون على الصلاة لهم قدرات بيولوجية خاصة أو هبات سماوية تتنزل عليهم أيضا يظن الكثير خطأا أن الخشوع هو أمر سماوي يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه من يشاء فيسأل كثير من الناس أين الخشوع؟ لما لا أشعر بالخشوع وأنا أصليه؟ لكي نعرف أين الخشوع دعنا نصف أحوال بعض الناس فمثلا إذا أردنا أن نصف شخصا سعيدا كيف سيكون حاله؟ أقول لك أنه مبتسم مشرق الوجه متحمس إن تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه سعيد وصفات أخرى وإذا أردنا أن نصف شخصا محبطا أقول لك حزين الوجه يمكن أن يكون منكس الرأس حتى وإن تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه حزين وصفات أخرى إذا كنت تشاهد مجموعة من الناس وطلبت منك أن تخبرني من منهم سعيد ومن منهم محبط ومن منهم نشيط ومن منهم متعب ستصفهم لي حتى وإن لم تتحدث معهم هذا يعني أن حالة الجوارح الخارجية تعكس بقدر كبير الشعور الداخلي للبشر فلو أنت كنت سعيد شعور داخلي ستعكس جوارحك الظاهرية أنك سعيد ولو كنت خائفا سيظهر هذا على جوارحك الخارجية هذا معلوم ما يخبرنا به علماء النفس أن العكس صحيح بمعنى أنك إذا غيرت من حالة جوارحك الظاهرية ينعكس هذا على شعورك الداخلي فإذا كنت تشعر بالحزن والأمر نسبي يمكن لبعض التغيرات على جوارحك الظاهرية أن تبدد هذا الشعور فتعديل وقفتك أو جلستك وتغيير تعابير وجهك والتحكم بنظرة الصوت له تأثير كبير على حالتك المزاجية والذهنية لذلك يخضع كثير من رؤساء الدول وأولئك الذين يتولون مناصب مهمة تحتتم عليه مخاطبة العامة لتدريبات في كيفية التحكم بلغة الجسد لأن ذلك يساعدهم على إظهار الإيجابية والثقة بالنفس وأحيانا القوة في حديثهم ويحكى أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يمشي وهو يحني ظهره كدلالة على الزهد والورع فقال لأصحابه ما بال هذا يمشي هكذا أهكذا يكون النسك بالتماوت في المشية والعيئة ثم قال للرجل هيه أمت علينا ديننا أماتك الله اعتدل في مشيتك وأظهر عزة الإسلام والتفت إلى أصحابه فقال ما بال أقوام حسب الزهد ضعفا والنسك تماوتا فإذا تحدث أحدهم خشع بصوته وإذا مشى أحنى قامته كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم تأثير حالة الجوارح الظاهرية على الشعور الداخلي لذلك قال للرجل اعتدل في مشيتك حالة ظاهرية وأظهر عزة الإسلام شعور داخلي لذلك إذا أردنا أن نصف مصليا خاشعا في صلاته كيف سيكون حاله ألن يكسو ذلك الرجل الهدوء ألن تكون حركاته بطيئة رزينة ألن تكون قراءته للقرآن قراءة مطمئنة ليست سريعة ألن يكون وقت ركوعه أطول ووقت قيامه أطول ووقت سجوده أطول ألن نلاحظ أنه يستغرق بين السجدتين وقتا أطول مما يستغرقه غيره وهكذا فللخشوع صفات ظاهرية في متناول كل منا إذا حققنا تلك الحالة الظاهرية استجاب معها شعورنا الداخلي فنخرج من الصلاة وقد غمرتنا السكينة مسببات الخشوع من مسببات الخشوع إبطاء حركة اليدين بداية مع التكبير واستشعار كلمة الله أكبر وأنت تقولها ثم القراءة ببطء قدر المستطاع والتوقف لحظة أو لحظات بين كل آية وآية فأنت لست في مسابقة تسميع لشيء تحفظه وكلما كنت أسرع كنت أفضل جرب أن تكلم الناس بنفس السرعة التي تعودت أن تقرأ بها الفاتحة ولن يفهم منك أحد شيئا أنت في حديث متبادل مع ملك الملوك حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبده وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبده وإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبده فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام بأن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أيضا كلما كانت حركة الجذع إلى الأمام من أجل الركوع بطيئة وهادئة ساعد ذلك على الخشوع تريث أنت تسبح في الركوع وأظهر المد في الكلمات بأن تقول سبحان ربي العظيم فأنت ستقولها ثلاث مرات فقط فلتكن هادئة واضحة مطمئنة كذلك بطئ حركة الجذع للإعتدال من أجل القيام وانتظر وأنت قائم حتى تطمئن قائما وتقول بهدوء ربنا ولك الحمد هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في الركوع ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم خشع لك بصري وسمعي ومخي وعظمي وعصبي هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القيام من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد كذلك فلتكن حركاتك من أجل السجود حركة هادئة مطمئنة تريث أن تتسبح في السجود وأظهر المد في الكلمات بأن تقول سبحان ربي الأعلى فتكون واضحة هادئة مطمئنة وتذكر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فتحدث بهدوء واطمئنان لأنك قريب جدا ممن له ملك السماوات والأرض واطلب ما شئت فهذه فرصتك لا ترفع رأسك من السجود وفي نفسك شيء لم تطلبه من الغني الكريم هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في السجود فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد لك وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرق بين السجدتين نفس الوقت الذي يستغرقه في السجود لذلك ولكي تحقق الخشوع فليكن اعتدالك من السجود هادئا بطيئا وادعو كما يدعو سيدنا عليه الصلاة والسلام بين السجدتين بأن تقول اللهم اغفر لي واعف عني وعافني وارزقني واهدني واجبرني وارحمني يا أرحم الراحمين لذلك فأن إبطاء الحركة والقراءة ببطء وهدوء في كل ركن من أركان الصلاة يساعد بقدر كبير على الخشوع والفوز بالسكينة التي هي دواء عادة الصلاة ربما ستجد بعض الصعوبة في البداية لتعودك على الحركة بسرعة والقراءة بسرعة ولكن كلما ضبط نفسك وألزمتها بالهدوء في القراءة والبطء في الحركة استجابت لك وأصبحت الصلاة الخاشعة جزءا من سلوكك بل وسينعكس هذا على أمور حياتك اليومية فتشعر بالهدوء والسكينة في عالم اليوم الذي أصبحت تسرع حاله المناجأ إذا اتصلت على أحد أصدقائك ولم يرد عليك فالرد عليك جهاز الرد الآلي وطلب منك تسجيل رسالة صوتية فتبدأ أنت بتسجيل رسالتك بالهاتف فهل شعورك وأنت تسجل هذه الرسالة الصوتية لصديقك يساوي شعورك لو أنه كلمك وتحدثت إليه مباشرة بالطبع لا ولله المثل الأعلى سبحانه فإذا أردت أن تغير شعورك وأنت تصلي فلا تقول أذكار الصلاة وكأنك تسجلها في رسالة صوتية بل قلها واستشعر أن هناك من يسمعك ويرد عليك وأنت توجه هذه العبارات إليه ليس فقط تسجلها تسجيلة فيوم القيامة تتمنى لو أنك تحدث الجبار ملك الملوك بكلمة واحدة وتذكر أن ذلك اليوم قال الله تعالى فيه لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة فمن لم يحسن الحديث مع ملك الملوك في الدنيا لن يسقي إليه في الآخرة استشعر المناجاة بأنك تخاطب الله الملك العزيز القدير وتقدم له التحية في آخر لقائك معه التحيات لله والصلوات والطيبات ثم تودعه يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله أما وإنك تصلي فلتصلي صلاة تليق بمعبودك أو تفتش لك عن معبود تليق به صلاتك كن صباحا يروي هال إيرلورد في كتابه الرائع الصباح المعجزة الذي غير حياة آلاف الأشخاص كيف أن الاستيقاظ مبكرا أنقضه من حالة اكتئاب متأخرة كادت أن تصل إلى الانتحار فبعد أن كان يعيش حياة ناجحة اجتماعيا وعمليا وكان قد نشر له كتاب حقق مبيعات رائعة تغير كل شيء فجأة بعد الأزمة الاقتصادية عام 2007 فوجد نفسه بلا عمل غارقا في الديون لا يستطيع حتى أن يدفع فواتير بيته حتى انتهى به الحال إلى حال متأخرة من اليأس والاكتئاب كان هال يقضي معظم وقته نائما حيث لم تكن لديه رخبة في الاستيقاظ من نومه لمجرد يقينه بأنه سيواجه هذه الحياة التي لمعنى لها وهذا حال كثير من مرضى الاكتئاب وفي أثناء حديثه مع أحد أصدقائه المقربين نصحه صديقه بأن يجرب ممارسة بعض التمارين الرياضية حتى يخرج من حالة الاكتئاب هذه ونصحه بأن يمارس رياضة الجري خاصة فهي سوف تساعده على الشعور بتحسن نوعا ما أخبر هال صديقه أنه لم يمارس رياضة الجري قط في حياته بل أنه لا يحب رياضة الجري أصلا ولكنه تذكر أنه أيضا لا يحب الحياة التي يعيشها فما المانع إن جرب رياضة الجري هذه ومع ظهيرة يوم العطلة الأسبوعية ارتدى هال ملابسه الرياضية وبدأ بالرقض حول المنطقة التي يسكنها كانت تجربة مفيدة بالنسبة له حيث شعر أن القلق تلاشى في تلك اللحظات التي كان يجري فيها وغمره إحساس مؤقت بصفاء الذهن الذي ساعده بالبدء في التفكير الإيجابي تجاه مشكلات حياته أحب هال هذه التجربة ككل وعزم على ممارسة رياضة الجري بانتظام كما عزم على فعل بعض الأمور التي يمكن أن تحسن من الحياة التي يعيشها ولكنه وجد صعوبة في إيجاد الوقت لفعل هذه الأمور حيث كان مشغولا لدرجة أنه لا يجد الوقت لتحسين حياته وأذكر هنا مقولة الكاتب ماثيو كلدي كلنا نريد أن نكون سعداء وكلنا ندرم الأشياء التي يجب أن نفعلها لنكون سعداء ولكننا لا نفعل هذه الأشياء لأننا مشغولون مشغولون بأن لا نكون سعداء لم يعتد هال أن يستيقظ مبكرا كأغلبية زكان هذا الكوكب إلا في حالات ضرورة كالذهاب إلى العمل أو مصلحة حكومية أو من أجل اللحاق بموعد طائرة وكان يعتبر نفسه كائنا ليليا لذلك قرر أن يمارس رياضة الجري والأمور الأخرى التي من شأنها تغيير حياته ليلا بعد الانتهاء من العمل ولكنه اكتشف أن وقت الليل ليس الوقت المناسب حيث أنه دائما يكون متعبا وليس في الحالة الذهنية والبدنية المطلوبة فكر في أن يستغل وقت الراحة في وسط يوم العمل ولكنه نادرا ما كان هذا الوقت أهلا للاستخدام حيث أن التفكير في مهام العمل والتحضير لها كان ما يفعله في وقت الراحة لم يجد هال وقتا مناسبا إلا الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل لكن هذه الفكرة كانت بمثابة الكابوس بالنسبة له هو لا يتصور أن يستيقظ في الرابعة أو الخامسة صباحا دون داع فقد كان يستيقظ بصعوبة بالغة في السادسة وأحيانا السابعة صباحا من أجل الذهاب إلى العمل وكل يوم هو يجر نفسه جرا حتى يغادر سريره لذلك قرر للحظات أن ينسى الفكرة تماما ويعيش حياته كما هي ولكنه تذكر حسب قوله مقولة الكاتب كيفين براسي إذا أردت أن تعيش حياة مختلفة عن تلك التي تعيشها فعليك أن تفعل أشياء مختلفة عن تلك التي تفعلها وهذا قانون رباني ثابت حيث يقول الله الرافع الخافض إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإن كنت غير سعيد بالحياة التي تعيشها فلابد أن تغير من أسلوب حياتك حتى يغير الله حياتك وأن كنت سعيدا بالحياة التي تحياها فحافظ على الأمور التي تفعلها لا يبدل الله العزيز نعمه التي أنعم بها عليك وفي هذا يقول الدكتور راتب النابلسي غير كي يغير ما بتغير ما بغير الصباح المعجزة كتب هال ستة أمور من شأنها إضافة معنا للحياة التي يعيشها وعزم أن يستيقظ في الخامسة صباحا وأن يعطي كل أمر عشر دقائق فقط بعد ذلك يذهب إلى عمله تلك الأمور كان منها الدعاء والقراءة وممارسة بعض التمارين الرياضية العجيب أنه بعد أن كتب فقط هذه الأمور أصبح متحفزا جدا للاستيقاظ مبكرا في اليوم التالي بعد أن كانت الفكرة عبارة عن كابوس بالنسبة له وهنا يخبرنا علم النفس أن الإحصائيات تقول بأن أولئك الذين يكتبون أهدافهم ينجحون في تحقيقها أكثر بثمانين بالمئة من الذين لا يكتبون أهدافهم وأيضا الذين يكتبون مشكلاتهم ويكتبون الحلول الممكنة لها يخلصون أنفسهم من القلق الناتج عن كثرة التفكير في المشكلات في اليوم التالي استيقظ هال في الخامسة صباحا رغم أنه لم يحصل على قسط كاف من النوم وبدأ بتنفيذ الخطة التي وضعها لنفسه وبما أنه كان يستغرق فقط عشر دقائق لكل نشاط لم يشعر بالثقل أو المقاومة لممارسة هذا النشاط فأنت لو عزمت على القراءة لمدة عشر دقائق لن تقاومك نفسك كما لو عزمت على القراءة لساعة أو ساعتين حافظ هال على هذا الروتين الصباحي لبضعة أسابيع وشعر بتغير ملحوظ في حياته حيث أن القلق بدأ يتلاشى شيئا فشيئا وأصبح أكثر تركيزا على حل مشكلاته وأكثر سعادة وقرر أن يستيقظ في الرابعة صباحا ليعطي كل نشاط مدة أطول وبالفعل أصبح الاستيقاظ في الرابعة عادة يفعلها دون مجهود بعد شهرين تغيرت حياة هال بشكل جذري لذلك أراد أن يطلق اسم على هذا التغير وأن يشاركه مع آلاف الناس فأطلق عليه اسم الصباح المعجزة الصباح المعجزة أصبح اسما لندوات التي يعقد وهال لمشاركة الناس قصته وأصبح أيضا عنوان كتابه الذي باع ملايين النسخ وترجم إلى سبع عشر لغة وتم تأسيس موقع رسمي يشارك فيه آلاف الأشخاص الذين تغيرت حياتهم مع الصباح المعجزة حيث يتم سرد عشرات القصص يومية بشكل شخصي شاركت بقصتي التي بدأت قبل أن أقرأ كتاب الصباح المعجزة وكنت فخورا جدا وأنا أخبر هال بأنني أستيقظ تلقائيا في الرابعة صباحا لأن ديني يفرض علي ذلك وأول شيء أفعله بعد أن أستيقظ هو الصلاة الصلاة التي سميتها الصلاة المعجزة الصلاة المعجزة صلاة الفجر لعدة سنوات وأنا أطارد تلك الصلاة كان يضيق صدري كلما فكرت في أنني يمكن أن أغادر هذه الدنيا وفي صحيفتي بضع صلوات تعد على أصابع اليد الواحدة دونها كنت أشعر دائما أن هناك شيئا ناقصا كيف هو حالي إذا وقفت بين يدي الله ملك الملوك ناظرا في كتابي حيث لا صلاة فجر فيه ماذا سأقول لرب أعطاني كل شيء؟ كل أعذاري كانت تبدو سخيفة أمام عطاء الله العظيم لي سلكت سبلا كثيرا حتى أحافظ عليها وفشلت كثيرا ما كنت ألوم ظروف الحياة حتى اكتشفت أني وكثير من من يعانون مثلي وكان منهم من يحافظ على الأربعة صلوات الأخرى في المسجد نريد أن نسير صلاة الفجر لتتفق مع أسلوب الحياة الذي نعيشه ولا نريد أن نغير أسلوب حياتنا حتى يتماشى مع صلاة الفجر اكتشفت أننا نركن دائما إلى أسباب دينية وروحانية لعدم قدرتنا على الاستيقاظ لصلاة الفجر وفي الحقيقة أننا نغفل أمرا بسيطا ماديا منطقيا يمكن التحكم به وهو أن ننام مبكرا أصلا فهذه أولى خطوات الأخذ بالأسباب قبل التفتيش عن أسباب روحانية ودينية عجيب أن ننام في الثانية عشر منتصف الليل أو الواحدة صباحا ونريد من تلك النفس الضعيفة أن تستيقظ في الرابعة أو الخامسة صباحا نحن بذلك سهلنا على الشيطان أن يأتي لنا بأول الأعدار بمجرد أن نستيقظ وهو لم تحصل على قصة نوم كاف نم نم تخيل أنك حصلت على ست ساعات نوم قبل الاستيقاظ لصلاة الفجر لن يكون هذا العذر قويا كما لو نمت لساعتين فقط حكمة الله الحكيم أن تكون صلاة الفجر أسلوب حياه مركز الطاقة الذي تبدأ به يومك ليست فقط محطة تمر بها إن استيقظت من نومك مررت عليها خلال رحلة نومك وإن لم تستيقظ فقد فاتتك أراد الله القدير لنا أن يتماشى أسلوب حياتنا مع صلاة الفجر وليس العكس هكذا أراد الصانع الحكيم وكل من اتبع تعليمات الصانع حتى من غير المسلمين كان النجاح حليفا لهم لأنها سنة الله الثابتة نظرت إلى حالي وفتشت في نفسي فلم أجد أمورا أكثر أهمية من صلاة تشهدها الملائكة بها أكون في دمة الله مذ أن أبدأ يومي ركعتان سنة فيها خير من الدنيا وما فيها بها ومعها فرصة لتحقيق أهدافي في حياتي ولآخرتي من خلالها أحيى الحياة التي أردت دوما أن أحياها أخبرني أنت عن تلك الأمور البالغة الأهمية التي تفعلها من بعد العاشرة مساءة الغالبية العظمى لا تفعل أمورا مهمة أو ضرورية في ذلك الوقت عدا الذين فرضت عليهم الحياة العمل ليلة حتى وإن كانت هناك أمور ضرورية فالأغلبية العظمى يمكنهم أن يفعلوا هذه الأمور صباحا يشتاك الكثير أن ليس لديهم وقت ليفعلوا الأشياء المحببة والمهمة لهم فأنصح المقربين مني بأن يستيقظوا فجرا ويفعلوا تلك الأمور قبل أن يسلب يومهم من بين أيديهم لكن ما فهمته عن الكثير منهم أنهم لا يريدون أن يبدأوا يومهم فجرا هم فقط يريدون أن تكون صلاة الفجر محطة في رحلة نومهم الممتعة ربما كانت لهم ذكريات غير سعيدة مع الاستيقاظ فجرا مثل الذهاب إلى الامتحانات أو السفر وما يحمله من قلق فهم دائما يربطون تلك الذكريات بالاستيقاظ فجرا أيضا هم لا يريدون أن يضحوا بساعتين أو ثلاثة ساعات ليلا من أجل صلاة الفجر وما يلحقها من نجاح هل لك أهداف؟